تقييمك للعلام الرياضي على الأخطاء التي تقع في لجنة الحكام هل هم ينصفون لجنة الحكام بذلك أم يكبرونها؟ لا لا مش موضوع ينصفون ولكن يبلقون وإحنا مشكلتنا زي ما قلت لك تقييمنا على حسب الأهواء على حسب الميون شوف الحكم السعودي لما يشارك المشاركة الخارجية إيش ردت الفعل من بعض العلميين طبعا سواء إيجابي أو سلبي وشوف ردت الفعل لما الحكم السعودي يحكم المباراة داخل المملكة وهنا تقييم الأهواء والميون في لفتة نتبهوا كثير لها دخول سامي الجابر وأيضا طرعت لقطات أخرى دخول المدربين على أرضية الملعب دخول أرضية الملعب سواء متر أو مترين أو خمسة متر كلها تعتبر دخول أرضية الملعب هل الإعلام كبرها هذه المشكلة؟ لا لا مش موضوع كبرها شوف لما يخطي الحكم ما رح نقول ما أخطأ ما رح نقول ما أخطأ وسواء في الإعلام أو في الاجتماعات رح نقول أخطأ ولكن لا تتفسر هذه التفسير بسوء النية دخول الكابتن سامي كان خطأ ما يتحمل الحكم الحالة يتحمل الأربع حكام وكان مفروض يتخذون القرار الصحيح ما تتخذوا فيه القرار الصحيح ولكن لا تتفسر إنه موضوع الكابتن سامي الكابتن قدير ولكن أنا أتوقع أي قرار يتخذ في الشيء الصحيح هو شيء إيجابي لسوء التحكيم عشان كذا ما اتخذوا القرار الصحيح في كابتن سامي رأينا تطوير ودورة عمال أيضا الفترة الماضية خلال أربع سنوات التحكيم وتطويره هل سنشاهد أيضا عمر المهنة بالاتحاد القادم بإذن الله؟ لو قلت هذا الكلمة بيزعل كثير ناس ولكن أرجع وأقول إذا رئيس الاتحاد القادم عند الرغبة ليس عندي مانع وأنا أعرف أنه كثير بيزعل هذا الكلام ولكن أنا لا أجبر الناس على حب عمر مهنة ولكن أجبر الناس أن يحترمون عمر مهنة فقط إذا الناس من ناحية يشتقسط ما يبوني يشوفون صورة عمر مهنة بس لا أسباب هل هل هم أندية هل هم برامج قلت لك أنا ما أجبر الناس لا لا هو هو شوف بعض علمين بعض مسؤولين بعض حكام بعض محاضرين بعض مقيمين ما أجبر الناس أنا على حب عمر مهنة ولكن أجبر الناس أن يحترمون عمر مهنة فقط طيب سيدة تستمر عضو بالاتحاد القادم أم إذا ذهبت؟ لا لا خلاص الاتحاد السعودي فيه انتخابات ولكن أنت سألتني سؤال إذا كان رئيس الاتحاد القادم عنده الرغبة عمر مهنة لا مانا بالرغبة أنه بيزع الناس كثير